بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا يقول ربنا سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا هذه الآية الكريمة تعلمنا خلقا كريما حسن المنطق حسن الكلام اختيار الألفاظ اختيار المعاني التدبر فيما ينطق الإنسان به فلربما كلمة نطقها الإنسان هوا بها في نار جهنم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضى الله يدخل بها الجنة سبعين خريفة خطورة الكلمة ومعنى الكلمة والتدبر وقول الحسنى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لأن الشيطان ينزغ بينهم ذكرت الآية التعليل للأمر بقول الحسنى اتقاء نزغ الشيطان واتقاء ما يقوم به الشيطان من الإيقاع بين بني الإنسان فلربما تكلم العبد بكلمة فحملها الشيطان في نفس أخيه على معاني سيئة وتجنب الوقوع في ذلك بحسن المنطق والكلام لا تتكلم إلا بعد أن تعي ما تقول لا تنطق بكلمة إلا بعد أن تفهم معناها ومدلولها وأثرها في نفس من تحدث وهذه القضية وهذا الخلق لو أننا تدبرناه لو أننا عملنا به حلت كثير من مشاكلنا فإن الكلمة الواحدة بين الزوجين ربما ترتب عليها طلاق وفراق وإن الكلمة الواحدة بين الشريكين ربما ترتب عليها قطع للشركة وإن الكلمة الواحدة بين الجارين ربما ترتب عليها مقتلة وربما ترتب عليها مهلكة وربما ترتب عليها سأر بين عائلتين أو قريتين أو بلدتين ولو أننا انتهجنا القول الحسن لكان ذلك سبيل النجاة والله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة ويقول في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما أعظم أن يتدبر الإنسان فيما ينطق قبل أن ينطق وأن يجعل عقله قبل لسانه وأن لا يجعل لسانه قبل عقله فالحكيم من تفكر قبل أن يتكلم ومن أحسن وضع الكلام في موضعه فلرب كلمة قيلت أفسدت الدنيا وما فيها ومن المشاهد التي رآها سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أن ثورا عظيما يخرج من سقب صغير ثم يحاول أن يرجع فلا يمكنه ذلك فسأل عن ذلك فقال له سيدنا جبريل هذه هي الكلمة تخرج ولا يمكن أن يرجع الإنسان فيها والله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألا فلنتدبر فيما نتكلم به في ألفاظنا وفي معاني كلماتنا حتى لا نكون فريسة للشيطان وحتى لا ينزغ الشيطان بيننا وبين إخوتنا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته